السلام عليكم اهلا بكم في قناة يوميات اولاد رجب والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده حاجة انما كنبلة ايوان كنبلة كنبلة الموسم وهي مكوناتها يعني فعلا كنبلة يعني ميكس كده من كل الفواكه اللي موجودة عندنا انا متوقعتش النتيجة بس بصراحة النتيجة ابهرتني لان هي فعلا تستحق التجربة طبق جميل بس مفيد وفي كل الفوائد يعني طبق واحد بس غني كده انه يدينا طاقة كده طول اليوم وفيه كمية فوائد كبيرة جدا اتمنى انتوا لأول مرة تشوفوا القناة ياريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي عشان اقدر انزل معاكم وصفات تانية حلوة كتير شايفين الجمال والطعامة دي في ثواني ميخدش معايا وقت وحوالي نص كيلو من الحليب عملنا منه كمية جميلة جدا ايه ما شاء الله يعني الطبق الواحد من ده تكلفته لو هنشتريم يوم برا اه تعدل عشرين جنيه انما احنا عاملينه في بيتنا ما كلفناش حاجة خالص يعني مش هيكلفنا لو احنا هنحسب الكمية او هنحسب اللي احنا عملنا ده عمر الطبق ما هيكلف معانا اصلا خمسة جنيه شايفين الجمال ده وحاجة في بيتنا بقى وضمنين سلامتها ونظفتها وجميل جدا وطعم الواحده هنا يعني كن بلا يلا بينا كده بقى ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونروح كده ونشوف مقادرنا ومكوناتنا ونشوف الطريقة الجميلة ده عملناها ازاي نبدأ كده الاول ونسم الله ونجيب حل عندنا وننزل فيها كوباية من الرز على شوية من المياه اول خطو هنعمل اول طبقة اول طبقة اللي هي عبارة عن رز رز بلبان طبعا هنعمل هنا كيلو الكيلو ده هيعمل معي كمية كبيرة يعني انا مش هستخدم الكمية كلها في الكنبيلة بتاعتي احنا لو هنعمل طبقات يعني نص كيلو هيكفي معاك جميل جدا انما النهاردة انا عاملة منه عاملة رز بلبان لوحده خالص وعملة واخدة شوية بس عاملة منهم الكنبيلة فانتي حابة تعمل على قد الكنبيلة اللي احنا هنعملها دي بس نص كيلو هيمش معاك جميل اول اهم حاجة هنا نحط معلقتين اثنين من كريمة اللباني بتدي طعم جميل جدا للرز بلبان بتاعنا بتخليه اغنى وطعمه احلى وطبعا كسين اثنين من الفانيليا والسكر بتاعنا حسب الرغبة بس يستحسن ان انت هنا في الكنبيلة ما تزوجوش السكر قوي لان احنا هنعمل طبقات تانية كتير فمش عايزين الطبقات كلها تبقى معسلة عشان الطعم يبقى حلو معانا يعني الرز بلبان ما يبقاش معسل قوي اللي هو السكر بتاعه المعقول واهم حاجة بقى هنا اول ما يبتدي يغلي حلو حاطينا السكر والفانيليا والكريمة اللباني بتاعتنا واللبان بتاعنا خلاص بيبدأ انه يغلي انزل كده بكمية النشا اللي معاي مع بعض اخو خطوة خطوة اول ما انزلت بالنشا طبعا بدأت تربط معاي داية فيها مشلهاش عشان النشا بتاعته ما تلكعش في مكان ومكان لأ بالشكل ده هيبتدي يغلي طبعا هنا اول ما يغلي مش ان انا هشيله منع النار لا لازم نسيبه شوية يغلي بحيس النشا بتاعتنا تستوي ما تبقاش تفك مننا خالص يعني نسيبه خمس دقائق او تلات دقائق كده يغلي خلاص اول ما ابتدى غلي والنشا ربطت معي وقت جميلة هوا اجيب بقى لطباق اي طباق عندك حابة تقدم فيها تعمليها يعني اي حاجة موجودة عندك ماشي نفسك بيها طبعا هنا ما بغرفش اللطباق بتاعتي كلها يا دوبك هي بس كبشة واحدة كده او كمية بساطة خالص عشان احنا لسه هنعمل كزة طبق في الطبق بتاعنا يكفي لطبقات اللي احنا هنستخدمها يعني ايه اهم حاجة ان احنا نحط طبقات صغيرة عشان طبقنا يقضي كل الكمية بتاعتنا او كل الطبقات اللي احنا هنحطوها لسه لازم نحط كمية صغيرة كده فيها واهم حاجة بقى احنا بنقدم او بنغرف كده اي حاجة تقع مننا في منديل مطبخ كده والنظف الزوائد او اي حاجة تقع مننا عشان المنظر والشكل وكل حاجة في بدايتها حلوة يعني ان انت تنظفي اول باول كده والحاجة لسه زي ما هي بدل ما تستنى ما تجمد بقى ونبهدل الدنيا لأ اول باول كده هتلاقي كل حاجة معانا تخلص في ثواني شايفين بقى ماشا ياخد معايا وقت خالص وطبعا هنا في النقطة دي هستنى بقى على الرزب لبن بتاعي يبرد شوية طبعا هنا كنا انا جهزت البزبوسة بتاعتي بقى انا طبعا قدمتها معاكو كذا مرة فيعني انا عملتها واجبها جهزة على طو او قلت بقى الرزب لبن ثاني طبقا هتبقى معانا بزبوسة طبق بتاعنا دا انا ما توقعتش اصلا نتيجته انا قلت هجرب وقولكو رأيي فيه بامانة سواء حلو او وحش او معايا انا من ناحيتي مش عاجبني هقولكو وبرضو هقول لحابب حاجة انما صراحة انا يعني انبهرت من النتيجة يعني مكنتش متوقع النتيجة الجميلة دي بس النتيجة ابهرتني فعلا لان الطعم يستحق التجربة كده اكون خلصت كل الرزب لبن بتاعي غرفته كله ستنيت علي انه هي دي شوية او برد يعني مقدمش او محطش طبقات التانية لما الرز بتاعنا يكون برد خالص خلاص كده كنا انا مجاهزة بقى بزبوسة ومقطع معايا هنا فواكه اللي هو موز وتفح اخضر وتفح احمر ولو عندك اي نوع فاكهة تاني عايزة اضيفيه ممكن برضو اضيفيه عادي ما فيهوش مشكلة هبتدي كده الاول باخد كطعم البزبوسة حطها على الرز بتاعنا يعني انا ما اتوقعتش النتيجة دي انا قلت هجرب برضو هقول لكم رأيي بامان ما شاء الله عليه النتيجة فعلا جميلة جدا والطبق غني عن التعريف يعني هو فعلا اسم على مسامة الكنبلة وهو فعلا كنبلة يعني انا دلوقتي عرفتي ليه هم اطلقوا عليه اسم الكنبلة لان هو الطبق كنبلة فعلا هنزل بقى بكمية البزبوسة كده يعني مش كتير قطعة بس حاولي تقطعيها عشان تبقى في كل الجوانب او حطت واحدة في النص برضو معاك براحتك انت كده كده وانت بتاكل كله هيجيب معانا في المعلق طبعا احط بقى عندي من الفواكه اللي عندي كده اشكلهم يعني شوية على كل جنب من كل حاجة انا حطتها ومعايا هنا بقى اهم حاجة برضو عصير المنجا بس لازم ان يكون تقيل جدا يعني ايه ما نعملش عصير وخلاص لعصير تقيل وكون مسلجة براحتك بس كده كده احنا هنسيبه يسقع شوية قبل ما نقدمه ومعايا كمان عصير جوافة ولو كان في عصير فراولة يكون احسن كمان بكتير يعني ايه يبقى معانا طلت انواع عصير هيدي معانا شكل وهيدي معانا طعم يعني بيبقى جميل جدا بس احنا طبعا دلوقت مش في موسم الفراولة ومش موجود عندنا فراولة فمش مشكلة يعني احنا هنمشي نفسنا باللي موجود معانا والطعم والنتيجة برضو جميلة جدا هبتدي بقى اقرر كل اللي عملته ده في كل اللي اتبق معايا شايفين الحلاوة دي يعني هو يبني ان فيه شغل كتير بس لا خالص يعني ممكن احنا هنا اي نوع فاكهاج كنا جايبينه اتبقى معانا طفحاية ولا اي حاجة نعمل حاجات دي ولا كنا عاملين صانية بسبوسة فخلاص بقى كده من كل حاجة شوية ومفيش حد بياكلهم او البسبوسة بتاعتنا بقى لها كم يوم ومتاكلتش ممكن نص كيلو لبن ونعمل شوية رز بلبن وكل حاجة عندنا كتقديمة او مش يعني اطفالنا بقى مش عايزين ياكلوها سواء فاكهاء دبلت او قعدة بقى لها كتير في التلاجة هنغير بقى ونعمل احنا لطباق بتاعتنا الجميلة دي من كل حاجة موجودة هيبقى طبق جميل جدا وهيتخنق عليه فعلا وطبقنا ده مفيد جدا يعني في كمية فوائد بقى انت ودتها لهم بمزاجهم يعني هم خدوا بمزاجهم ما كانوش راضين ياكلوا الحاجة دي احنا غيرنا فيها وغيرنا ترقية تقدمها بس ما شاء الله الطبق فعلا جميل جدا يعني اتمنى ان انتوا تجربوه تقولولي رأيكو فيه بامانة شايفين الجمال يعني شكله لوحده يعني غاني عن الكلام اصلا هكرر بقى كل اللي انا عملته ده وهنا انا حطيت الفكهة تحت لهدف يعني كان مفروض ان نحط الفكهة فوق العصير بس انا حطيت الفكهة تحت والعصير عليها حفظا عشان طبعا التفاح اللونه هيتغير لو احنا سبناه كده في الهواء او طيوله هواء فاحنا بنعمل حاجة عملية او حاجة احنا بنعملها في بيتنا احنا مش عاملين في محل منظر وانبيعه وخلاص بقى ملناش دعو باللي احصل بعد كده لا احنا بنعمل في بيتنا الاطفالنا فبنعمل الحاجة المفيدة والحاجة اللي ما تضرناهش يعني كده انا بحط التفاح تحت والفواكه بتاعتي تحت وفوقها العصير عشان نحافظ على شكلها ولونها ده اهم حاجة تيبك بقى من اللي يقولك لأ العصير تحت وفوق الحاجات وفي برضه طرق تقديم كتير ممكن تحط كطعة من البسبوسة فوق اللي احنا عملنا ده كله فوق انا زي ما قلتلك انا بعمل حاجة ناكلها يعني بعمل حاجة ينفع كلها مش هعمل حاجة عشان نصورها ونيجي ناكلها يعني تدوخنا ان احنا نعرف ناكلها طبعا البسبوسة هتقع مننا وكل حاجة هتتلغبط على بعض لا احنا بنعمل حاجة فعلا احنا ناكلها وإحنا مرتحين وولادنا يعرفوا ياكلوها يعني مش اي حاجة وخلاص انا مش بعمل منظر بس لا طبعا اهم حاجة طعم وان احنا ناكلو احنا مبسطين او نعرف النتيجة اللي انا عملتها تبقى مرضية لكل اللي يدوء الطبق مش ان انا عملت طبق وهم ياخدوا الطبق ما يعرفوش ياكلوه يعني الحاجة تقع منهم لا طبعا مش ده مش عايزة انا كده خالص انا عايزة حاجة طعم وشكل وكل حاجة شايفين الجمال ده يعني بقى الطبق بتاعنا الجميل ده اي عزومة بقى ممكن تعمليه اي حفلة عيد ميلاد ممكن نعمله طبق لوحده يعني ما شاء الله يشبع الطفل او يشبع نحنا الكبار يقضينا طول اليوم كده يعني فيه كمية فوقت جميلة جدا طبق الواحد ده جميل جدا شايفين الجمال يعني انت ممكن تستصعب الشغل طالما فيه طبقات وحاجات فيه ناس كتير يشوفوا طبقات والشغل الكتير يقولوا لا خلاص ده حاجات صعبة وحنعمل ده كله ازاي لا خالص شوية عصير كده كده بنعملهم عادي شوية طفح كانوا ماركونين عندنا ممكن نجيبهم ونستخدمهم تاني ايه الشغل كله ان احنا نعمل شوية رز بلبن ومش هنملا بقى الاطباق بها زي ما احنا بنغرف الرز بلبن بتاعنا في الاطباق الكبيرة لأ هنعمل حسابنا ان احنا نعمل ايه كمية وزيطة مشان نكمل ايه الاطباق بتاعتنا من الطبقات شايفين الجمال ما شاء الله عليه يعني جميل جدا اتمنى ان انتوا تجربوا تقولوا اللي رأيكم فيه ما خدش معايا وقت خالص يعني انا براحتي عارفة ان انا هعمل الكنبيلة فطبعا مرتبة نفسي اي حاجة فاكهة عندي ما اتكلتش ركنتها قلت هعمل بيها والبسبوسة طبق بسبوسة كنا عاملينه ما اتكلش برضو غتيته وعنده يعني كل حاجتي ومكوناتي جاهزة عندي ما فيش حاجة هعملها غير الرز بلبن يعني ايه ان احنا نرتب نفسنا هتلاقي كل حاجة تعملها جميلة ومن غير ما تبقي مضغوط خالص شايفين الجمال والتعامة دي يعني الطبق بتاعنا ده تكلفته برا تعدي لعشرين جنيه احنا عملنا في بيتنا بمكونات اصلا كانت ممكن تكون قدمة او مش حابين اطفال يأكلوها عملنا لهم الطبق الجميل ده في ثواني ما خدش معانا وقت وتكلفته هنا عمرها متعدي لخمسة جنيه يعني لو حسبناها كده ان احنا نجيب نفسكيرو لبن ونعمل منه وشوية عصير منجا بقى واي حاجة موجودة عندنا هنمشي نفسنا مش موجود هي منجاية هنعمل منها الكمية جميلة دي وبرضو طفحاية مع مستين هيبقى جميل جدا يعني الموضوع كله مش صعب لان احنا ما بنحتاجش كمية كبيرة من كل حاجة لا ده كل حاجة هتاخدي منها حاجة واحدة او حاجتين مش كميات يعني الموضوع ده كله مش هيكلف معانا كتير ويا ريت لو شفت الفيديو الحدي هنا ما تنسنش في اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي عشان اقدر انزل معاكو وصفات تانية كتير وبكده اكون خلصت فيديو النهارده ويراب يكون عجبكو طبعا هستنى منكو تعليقاتكو الجميلة واعرف رأيكو فيه وبالف هنوصحها لكل اللي هيجرب الوصفة الجميلة دي وبكده اكون خلصت الفيديو مع الف سلام